اهلا وسهلا بكم انا دكتور عب سلامعطية استاذ ورئيس كسما علاج الاورام بكلة الطب جامعة اسكندرية حقيقة ان من الحاجات اللي الواحد بيشوفها كتير جدا هي مسألة المعلومات المغلوطة اللي المرضى دايما مقتنعين بيها والحقيقة ان في دراسة عن كمية المعلومات المغلوطة بالذات في مرض الاورام فلاقوا ان ستين في المية من البشر بيتدولوا معلومات مغلوطة والمشكلة ان هما بيكونوا شديد الاسرار عليها من اهم هذه المعلومات المغلوطة ان الورم مش المفروض يتعرض للمشرة او المرض الورم لو اتعرض لمشرة الجراح او للسكينة فبيحصل له انتشار طبعا دي حقيقة دي معلومة خاطئة تماما مية في المية ما فيش اي دور للتدخل الجراحي في انتشار الورم بالعكس الجراحة من افضل العلاجات لعلاج الاورام بشرط ان اللي يقوم بها جراح متخصص ويعرف طبيعة التعامل مع الورم لانها جراحة الاورام جراحة غير الجراحة الاعتيادية ويبتحكمها قواعد معينة لكل مرض ولكل مرحلة في المرض من المعلومات المغلوطة ايضا ان المريض ان الخلايا السرطانية بتتغذى على السكر وان المريض اللي عنده ورم المفروض يمتنع تماما عن قتل السكر حقيقة دي برضو معلومة مغلوطة معلومة خاطئة احنا الجسم كله بيتغذى بيتعتبر مصدر الطاقة الرئيسي له هو السكر مش معنى كده ان احنا نفرض في تناول السكريات بالعكس احنا المفروض نتعود الاعتدال في كل شيء لان الاعتدال هو الوقاية الاساسية للانسان من المرض كل الاطعمة او اغلب الكربوهيدرات او مصادر الطاقة الرئيسية اللي بياخدها الانسان بتتحول في الاخير الى سورة سكر اللي بتكون مغزن الطاقة بالنسبة لكل العمليات الحيوية اللي بتم بجسم الانسان المطلوب ان المريض يعتدل ويأكل سكر زي بما لا يتناسب مع سنه مع نشاطه مع درجة احتياج جسمه للطاقة مع حرقه لهذه الطاقة ونقدر نعرف هو ماذا انتظام السكر فيه من قلال تحليل السكر التراكومي في الدم لان ده بيكون اكتر دقة من مجرد السكر الصايم والسكر العشوائي الحاجة من معلوماتها المغلوطة برضو ان المرض السرطان معدي حيان ده لا توجد اي معلومة او اي حقيقة تقول ان فيه درجة من درجات العدوى بين مريض السرطان واي انسان عادي اطلاقا لا يوجد لانه طبيعة تكوين المرض في الجسم تتوقف الى حد كبير على طبيعة الجسم وطبيعة الخلايا في الجسم نتمنى دايما ان احنا نتواصل مع حضراتكم في سبيل ان احنا نصحح المعلومات الخطئة لان زي ما بيقولوا المعلومة الخطئة تقتل شكرا لكم